حصلت قناة الجديد على معلومات قضائية تتعلق بمحاولة اغتيال النائب بوترس حرب تفيد أن اسم المسؤول في حزب الله محمود حايك دخل التحقيق بعدما ترك المشتبه فيهما في المصعد حيث حاول وضع العبوة صعيقين وحقيبة بعد فرار الأول وإلقاء القبض على الثاني من قبل السكان ومرافقه حرب والتسليمه إلى السيارة التي ادعت أنها تابعة لاستخبارات الجيش في الحقيبة وجد المحققون كتالوج عليه اسم محمود حايك ورقم هاتفه من ضمن أسماء ورقام أخر اتصل المحققون بحايك وطلبوا إليه الحضور للتحقيق أخبرهم أنه في حزب الله وأنه يخضع لأوامر قيادته جرت تنسيقه مع قيادة الحزب التي رحبت بالتحقيق مع حايك شرط أن يأتي المحققون إليه لا أن يذهب هو إلى فرع المعلومات معلومة أخرى مهمة تفيد أن المحققين جمعوا عددا من الصور للمشتبه فيهم من ضمنها صورة لمحمود حايك ووضعوها أمام الشهود الذين ألقوا القبض على المشتبه فيه في المصعد قبل أن تأتي السيارة التي ادعت أنها لاستخبارات الجيش لتأخذه لم يتعرف الشهود إلى صورة محمود حايك بل تعرفوا إلى صورة أخرى لشخص سوري الجنسية فأوقفه فرع المعلومات ثم لأسباب مجهولة أطلق سراحه وعاد لتوجيه أصابع الاتهام إلى محمود حايك